موسيقى لكل المسيحيين على أرض مصر وطبعا بتمثلهم الكنيسة القبطية الأرزوكسية باعتبرها الأقدم وهي الكنيسة الوطنية وكان الحديث والحوار في هذه الجلسة على دورنا كمصريين مسلمين ومسيحيين في تقويت ومساعدة الاقتصاد المصري وبناء الثقة وتشجيع المصريين حتى سيادة الرئيس يقول ولو بجني واحد من أجل تدعيم الاقتصاد طبعا أنا انتهزت الفرصة وشكرت السيد الرئيس وهنيته على مشروع قناة السويس الجديدة وإنه إزاي مشروع له أمال كبيرة وهيحقق فوائد عديدة وبعتبر المشروع ده بمثابة هدية من مصر للعالم وده بيبين أن مصر دايما كبيرة ومصر بنش بتبص لأهلها وشعبها فقط ولكنها تنزل لخدمة العالم كله بلا شك مشروع رائع ومشروع هيحقق نتائج طيبة في مستقبل قريب يكفي فرص العالم العمل اللي يتحها أكتر من مليون فرصة عمل تطرقنا الجوانب كتيرة تطرقنا الجوانب في الماضي جوانب في الحاضر جوانب في تطلعات المستقبل كانت جلسة فردية لكن جلسة طيبة للغاية وأنا أحمل كل مشاعر طيبة ومشاعر إيجابية ومشاعر محبة قلبية لسيادة الرئيس طبعا تقابلت مع سيادته مرات قبل كده قبل تولي الرئاسة وفي يوم التنصيب ومصر كلها مسلمين ومسيحيين حطين أمالهم على أكتاف سيادته ده بالنسبة للقاء بين الطوايف المسيحية وبين رئيس عبد الفتاح السيسي ايه أهم الموضوعات اللي تم تناولها في اللقاء الحقيقة هي أول مرة رئيس جمهورية مصر يجتمع برؤساء الطواف المسيحية الموجودة على أرض مصر أول مرة ما حصلش قبل كده ربما رئيس الجمهورية يقابل ناس رؤساء الطواف فرادة لا أسباب لمجملات في مناسبات معينة لكن دي أول مرة يجتمع الجميع وده بيعطي فكرة على رؤية السيد الرئيس للمصريين كلها أولا سيادة الرئيس استمع استماع جيد لكل ما قيل قيلت أمامه في جلسة محبة عن كل شيء كلمنا عن الوضع الحالي في المنطقة ما يتعرض له إخوتنا في دول عربية كثيرة مجاورة وقريبة وتكلمنا عن دورنا كمصريين ودور المصري في الاقتصاد وفي التعليم وفي الإعلام طبعا نقشنا بعض القضايا الموجودة في المجتمع المصري طبعا المجتمع المصري أو في السنين القليلة الماضية الثلاث سنين اتعرض لمتاعب كثيرة هو دلوقتي بيتعافى كل أجهزة الدولة بتتعافى من الأحداث اللي حصلت وكل يوم عن يوم الأمور بتتحسن سيادة الرئيس له رؤية رائعة في التلاحم الوطني القوي ما بين المسلمين والمسيحيين وده موجود على أرض الواقع وتكلم سيادة الرئيس على إزاي نشجع هذا التلاحم أكثر وأكثر وإزاي العالم كله والعالم الذي حولنا يعرف أننا في مصر هنا يد واحدة وقلب واحد وفكر واحد حوال كده بالكلام قدستك أنه عن الشأن المصري العام لكن لو جينا عن الشأن الإبطي أو المسيحي في مطالب تعرضت على قدست البابا أو في نقاط بتعبر عن مطالب المسيحيين ضررت في اللقاء دوت يعني كلمة مطالب كلمة مش دقيقة وليس موقعها كل الرؤساء الطواقف اللي كانوا موجودين اتفتحت موضوعات كثيرة اتفتح مثلا موضوع زي موضوع حالة الخطف اللي بنسمع عنها اتفتح موضوع زي موضوع بهناء الكنائس اتفتح موضوع زي المناهج في التعليم اتفتح موضوع الإعلام الإيجابي والخطاب الديني الصحيح اتفتحت موضوعات كثيرة جدا اتفتح موضوع المواطنة المصرية اتفتح حاجات كتيرة كان سيادة الرئيس دايما يقول أن يوم الدولة بسنة ما يقصدش يوم الدولة الدولة بسنة يعني تأجيل لكن يقصد أن على ما ينساب فكر جديد لكل المجتمع بياخد وقت بنسميه حتى في الكيميا الـ Time Reaction يعني في وقت للتفاعل يعني المادة دي بحطها على المادة دي على متى تفاعل بتاخد وقت الوقت ده ممكن يكون نص دقيقة وممكن يكون سنة أو أكتر فكان بيتكلم على أن وجودنا كلنا برؤية واحدة بكلمات معبرة قوية هيغير وجه الحياة على أرض مصر كتير حدثت بابا لو قلنا كده سؤال مركب من جزئين الجزء الأول إيه كده أهم من نتائج المستخلصة من اللقاء والجزء الثاني إيه تقييمك لللقاء عموما يعني أولا نتائج اللقاء اجتماعنا أولا التقدير من الرئاسة مؤسسة الرئاسة للمسيحية على أرض مصر وأحد أركان المجتمع هو الكنيسة المسيحية بكل طواقفها تماما كالأظهر مؤسسة الأظهر الجامع والجامعة زي القوات المسلحة زي الشرطة المصرية زي القضاء الشامخ زي الفن وهكذا هذه أركان أو أنا بحب أقول أنها أعمدت المجتمع المصري القوي ومصر طول ما هي قوية كل الدول بتتحامى فيها بتتحامى فيها وأنا سمعت التعبير اللطيف أن مصر هي عمود الخيمة بالتعبير العربي يعني باعتبر أن الخيمة شيء مألوف في المجتمعات العربية وجدنا أذان صاغية للاستماع لكل مقيل كمان وجدنا تحليلات للموجود الشأن سواء الشأن القبطي أو المسيحي أو الشأن المصري أو الشأن العربي تحليلات رؤية كبيرة كان فيه تعجب شديد من موقف بعض الحكومات الغربية بالموقف في الجانب الغربي اللي مش قادر يتفهم ما حدث في مصر تماما ويأخذ وجهة نظر عكسية أنا لمست أن فيه وجود إرادة إرادة بس طبعا أمام سيادة الرئيس ملفات كثيرة وواسعة وعديدة لكن توجد الإرادة السياسية وتوجد الإرادة العيزة المستقبلية بأفضل وهو يعمل في هذا المكان طواف المسيحية بالرئيس بيدي رسالة سواء في الداخل أو الخارج في رأي قدستك الرسالة اللي بتوجه لمصر والخارج من خلال لقاء دوت زي ما ذكرت لحضرتك إن دي أول مرة أول مرة رئيس الجمهورية اجتمع بكل رؤساء الطواف المسيحية حتى لو كان عددها عدد محدود ده شيء جيد جدا وده يعتبر اتجاه جديد ويعتبر تأكيد على روح الموطنة سيادة الرئيس اجتمع ضايم أيضا قبل كده يعني بفضيلة الإمام الأكبر بفضيلة المفتي ووزارة الأوقاف وسيد دكتور وزير الأوقاف دكتور مختار وعايز يحرك المجتمع كله في اتجاه واحد فبلا شك دي تعتبر بادرة خير وخطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح وعايز أقول لحضرتك إن احنا بعد ما خلصنا اللقاء اللقاء امتد أكتر من ساعة وسلمنا وبعد ما مشينا خطوة واحدة طلبنا إن احنا ناخد كلنا صورة جماعية احنا تصورنا طبعا أول ما دخلنا الصور وحنا عاديين يعني في الصالون لكن خدنا صورة جماعية وحنا كلنا وقفين كانت لفتة لطيفة جدا من سيادة الرئيس وتعبير حلو ومناسبة طيبة وذكريات في التاريخ المصري تضاف كصفحة بيضاء في تاريخ مصران سيدنا آخر حاجة واضح من كلامك داستك إن في نفذة رجاء وفي أمل مشرك كادستك عايز توصله من خلال اللقاء دوات عشان كده من انطباع كادستك من اللقاء هممكن توجه رسالة للمصريين عموما وللمسيحيين خصوصا الحقيقة البلد بلدنا كمصريين ومسؤوليتنا لحاضرنا ومستقبلنا وأولادنا وبناتنا يجب أن نعمل عمل والعمل ده اللي يجعل مصر سابتة قوية تقدر يكون لها كلمة مسموعة هو الاقتصاد ولذلك نحتاج لكل مساهمة لكل تعديد أنا أتكلم عن المستوى الوطني طبعا بنحتاج لكل المشروعات أصحاب الفكر أصحاب العلم أصحاب المال أصحاب الرؤية أن أدينا في أدين بعض علشان نقدر يكون مجتمعنا واقتصادنا على منتهى الأرض الصلبة القوية اللي يستطيع أن يصمد ضد الرغبات الشريرة اللي تحيط بينا من أي جانب علشان كده أنا أحب أوجه دعوة لكل إخواتنا المصريين مسلمين ومسيحيين في الداخل وفي الخارج خاصة رجال الأعمال أو رجال الفكر فإننا لازم نشترك معا بفكر واحد في استعادة قوة اقتصادنا مشروع قناة السوس الجديدة مفاجأة صارة ولحظوا أن المشروع ده بالمفاجأة ده هيت بعد أقل من شهرين من تولي السيد الرئيس مسؤولية الرئاسة فيصير الدور علينا طبعا فيه صندوق تحية مصر أحد السندوق اللي ممكن تدعم الاقتصاد المصري والمهم الفكر المهم الرغبة مش مهم القيمة إيه لكن المشاركة روح الإيجابية وكفانة سلبية أنا بدعو لكل المصريين أن يكون فيه مشاركة بدعو كل الأحباء في الكنيس في المساجد في الوطن بصفة عامة يكون هذه المشاركة الفعالة القوية وزي ما كلنا نعرف أن طوبة جنب طوبة بتبني جدار وقدار جنب جدار بيعمل مبنى ومبنى جنب مبنى بيعمر الأرض وبتكون النتيجة أنه خير لكل واحد على سبيل المثال في عيد الفطر الماضي ده لسه منتهي من أسبوع عيد الفطر جه بعد ما البلد استقرت إلى حد ما وابتدت تتجمل في مواضع كثيرة لقينا النتيجة الطيبة أن نسبة الإشغال في المدن الساحلية في الفنادق بمصريين وبالسواح من خارج مصر قاربت المائة في المائة ما هو خير هيعم على مصر خير هيشبع منه كل أهل مصر فالدعوة مفتوحة تكون دعوة إيجابية وكلمة مليش دعوة أو خليني في حالي لم يعود لها مكان ولا وجود في الزمن اللي احنا عايشين فيه اشتركوا في القناة